أما في الشان اليمني قال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن إن السيول الكارثي الناجم عن الأمطار وانهيار ثلاثة سدود بمديرية ملحان بمحافظة المحوية اليمنية يوم الثلاثاء الماضي تسببت في وفاة وفقد أكثر من 41 شخصا وأوضح أن 24 شخصا توفوا من جراء السيول وأن 17 آخرين في عداد المفقودين وأضاف أن السيول دمرت 40 منزلا بالكامل وألحقت أضرارا بنحو 230 منزلا وتضررت بسببها 1020 عائلة كما أدت السيول إلى قطع طرق تربط المناطق المتضررة بغيرها داخل المديرية